اشتركوا في القناة حسب المقال اللي جاء في الفيسبوك 30 ألف عقد عمل موسمي لإيطاليا يعني مع المغرب هذا هو يعني المقال اللي جاء هنشوفوا الصورة دياله كما كتشوفوا الصورة دياله هي هذه لماذا لا تسجل راه هالفرصة للعمل الموسمي في إيطاليا نطلب 3630 عمال وعاملات فلاحين موسميين بدون شهادة أو ديبلوم المهتمين ترك أوكي فعلا هنا كانشكي ما كتشوفوا 36 سواع فاش تلونس هذا الخبر هدا وصفتولي الإخوان دخلت كنطل كنشوف صفحة مكشوف فيها اناببك ديال المغرب دارين الصورة دياله اناببك ديال المغرب معليناش دخلنا تكينف هذا الرابط هذا دخلنا يعني الواحد البلاسة فيها هاد الصورة اللي كتشوفوا ويقول لك انقر هنا لتسجيل فاش كتكي باش تدخل تسجيل كتتخلش في واحد واحد الموقع الالكتروني عامر بالإشارات قدرك عبر وقلك تليفون ديالك وكتقرأ فيه واحد المقال لا علاقة لا بتسجيل ولا يعني بعمل ولا موسم فلاحي ولا تشي حاجة مجرد نصبوا احتيال على الناس هذا كيتسمى نصبوا احتيال بالنسبة لي هاد الشي هذا كيلعبوا بالمشاعر ديال الناس وكينصبوا ويحتالوا يعني باش يدخلو كتكليكي على دق الرابط ديالهم صحة كينصبوا ويحتالوا معلناش المشكل هنا واحد النصحة لإخوان اللقيتس بعض الإخوان كيكتبو اوكي وكتبو الرقم ديال الهاتف ديالهم ما تخليش رقم ديال الهاتف ديالهم معلوماتك شخصية مع مرك تخليها أصلا شوفوا باش تعرفوا هاد أمور هاده كاذبة يعني مش بصح شوفوا غير شنو مكتوب في العنوان اللي مازال ما تسجيل ماشي تتسجل مازال ما تسجيل راه ها الفرصة للعمل الموسمي أنا غيفاش تذيك اللي مازال ما تسجيل يعني عرفتها ماشي لا نبك واش لا نبك عبود الله غدي تكتب مازال ما تسجيل وجاي بيلك زعم ما مطلوب تلاتين الف وستمئة وثلاتين حسبوها يعني بالعشرات وبالمئات وبالالاف ومئات الالاف عامل وعاملة في اللاحين الموسميين بدون شهادة او ديبلوم باش كيقتلوك ذاك بدون شهادة او ديبلوم زعم ما غدي تدخل تكليكي صحة كتلعبو بالمشاعر ديال الناس كتلعبو بالمشاعر ديال الناس حشوما عليكم هاد شي هذا حشوما هاد شي هذا هاد شي عيب يعني هاد الصفحة هذي اللي كان داخل فيها يخرج منها الصفحة ديالله ربك كين صفحة واحدة غدي نوريها لكم الاخوان هي هادي صفحة لنا نوريها هي هادي ها هي في ريفي فيها ذاك النقطة الزرقة الفوق وفيها مليون وربعمية وربعة وستين الف وستمية وواحد وخمسين هادي الصفحة لنا نوريها هادو كنصابة كي بدون يدخلو كل ذاك النقارات انك تخلص مورها الفلوس ولكن من فوق النصب انهم يلعبو بالمشاعر ديال الناس وكيخليوا واحد طريق المصابة الحقيقيين انهم يأخذوا المعلومات ديال الاخوان الناس داخلين اوكي والنمر التليفون حدها اوكي والنمر التليفون حدها لقيتها 14-45 ديال المرات وانا دائما ضد هذا المسألة ان الانسان يخلي الرقم ديال الهاتف دياله رقم ديال الهاتف ديالك شخصي ما تخليش تعرض لنصب وحتيال رقمين الصابة اللي حظيين هد المواقع هدو اللي كيخدروا على الوظائف وعلى هد الشي هذا باشي نصبو على الناس كيستغلوا واحد الفرصة واحد الضعف ديال الاخوان وكي نصبو عليهم هد الشي هذا كذوب الاخوان وانا كنكدبو من هنا كنكدبو ويكون كان شي حاجة تكون هنا في الموقع الرسمي ديال لانا بايك اللي هو هذا كما كتشوفوه في الصورة لانا بايك عندها فيلي فيه يعني هذا هو الموقع الرسمي ديال لانا بايك هذا الموقع لك كان فيه شي حد يخرج منه يخرج منه عطيهم ديزلايكات وخرجهم من هناك هدو كذبا كين سواء على عباد الله أنا رأى ثلاثة سواع كما كتشوفو هنا في الصورة ثلاثة سواع وصني هد الشي هذا من عند اخوان تابعوني فيسبوك قالوا لي يا سوفيان واش بصحة شي كين ولا لا الناس اللي بغى تجي لأوروبا وكين بغى تجي بطريقة قانونية وكي يستغلوا هاد الناس هدو كي يستغلوا الضعف ديالهم وكي بقوا يلعبوا عليهم ويدحكوا عليهم ويلعبوا لهم عن المشاعر ديالهم بهذا الكاذيب هذا فمن هنا كان نكذب هاد الخبر هذا وكان عاود نأكد لإخوان احنا رأى الحمد لله اللي الله اعطنا الدماغ نخدموه غي قرأ غي اقرأ غي العنوان هذا ما عندوش تم استوى اللي يكتب هاد هذا العنوان هذا اللي ما زال ما تسجيل رأى هال فرصة هذا ما عندوش تم استوى يعني ويجي ديرها بالإخوان اللي قاريين وواعيين وشحال من حاجة هاد 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 إنسان تافيه وكي يستغل ضعف ديال الناس من هنا كنقولها الله يرحم والدين اللي كان في هاد صفحة هدي خرج منها وهذي رماش اللي هي اللي لانابيك الحقيقية اللي وريتكم دابا هذي كي يصفحة اللي لانابيك وتمكفين كي يكونوا فرص شغل سواء في المغرب أو العقود الموسمية أو أي حاجة كانت خاصة اللي لانابيك لأنها هي المسؤولة على العقود العمل في المغرب سواء جوا من الخارج ولا جوا يعني في المغرب كيدوزوا من اللي لانابيك ما كينش عقد عمل كيدوز بلما يدوز على اللي لانابيك فيلا بغيشو شي حاجة دخلوا لموقع الرسمي اللي لانابيك وراه معروف وراه واضح هذو نصابك يحاول ينسبه وانتمني يتم تبليغ بهم لأنها دي رأي صابها هذي رأي ماشي يعني كاتف تحت طريق لنصابة اللي لانسبو على عباد الله مدام واحد الإنسان دخلوا ده الرقم دياله إلا وراه بغي عقد عمل إلا وراه بغي يمشي الأوروبا فهذيك يعني أول خطوة سهلة فبنان ميزز يخل راقم وينصب عليه كيف بغاء اتمنى الإخوان ما يتحوش في فخ تحياتي لكم كاملين وانتمنا نشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضوع أخر تكون لائما في أحسن الأحوال كنتم في رعاية الله والسلام عليكم